هلأ فقارتنا مميزة تحضيراً لعيد الاستقلال معنا اليوم إعلامية بلشت مسيرتها بعام 2002 نظمت احتفالات كثيرة للمؤسسات العسكرية والقوى الأمنية منها احتفال شهداء قوى الأمن الداخلة عام 2013 وغير من الاحتفالات والسنة حملة شجرة لكل شهيد بالجيش اللبناني هو الاحتفال اللي رح نحكي اليوم عنه بفقارتنا مع الإعلامية ميرا يعيد أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير ألي يعني يعطيك ألف عافية مرسي لك ميراي هيك لمبلش شوي قبل كيف بلشت فاكرت شجرة لكل شهيد صراحة هي المؤسسة لها الحملة هي سيدة نهيلة سعب بلشت بال2015 جد الفكرة وطورتها مع الوقت كمان قامت بزراعة الأشجار على اسم الشهداء بكذا منطقة لبنانية بينما الاحتفال الفعلي اللي نحنا أراد ما نتكلم عنه اليوم هو نعمل لسنة الماضي وهي السنة الثانية لعطة والي اللي أردي لح نحكيه وعنه بالتفصيل أكتر لأنه بنعمل للسنة الثانية رح يكون في كمان ضبن الاحتفال رح يكون بمدينة الشوايفات لش بالذات اخترتوا مدينة الشوايفات هيك كهوه لوكيشون أو كمكان للاحتفال أول شي سيدة السعب هي من الشوايفات وهي بنت الشوايفات وكمان ارتقت هي وبلدية الشوايفات اللي منواجه لهم تحية كتير كبيرة لأنه هن الراعيين الأساسيين لهالاحتفال أنه تكون بشوايفات كونها الشوايفات كمان هي تعتبر يعني مدينة من مدن اللبنانية اللي جاهرت واللي قدمت للاستقلال كونها مدينة المير مجيد إرسلين يعني أحد أبطال الاستقلال نعم شو بتضام شو بيتضام الاحتفال الاحتفال أكيد أول شي مثل إذا ما نقرأ شوين على الكات هو برعاية مدينة الشوايفات وبلدية الشوايفات وبرايفت ماجازين بتعاون مع الليبانون جيت فيه أمسية شعرية لعمدة هي الفكرة أنه عمدة متقاعدين هن اللي لح يكونوا شعرة ويحيوا الأمسية الشعرية المقدم المتقاعد الشعر عفيف فياد العميد المتقاعد الشعر حسن حسان العميد المتقاعد الشعر خالد سعب والشعر سيدة النوس والشعر الصحافي شاربي لزغيب هذا يعني موضوع الأساسي هي الأمسية الشعرية للي حيحيوا الشعرة اللي ذكرنا أساميون بعدين أكيد فيه كلمة اللجنة السقافية بمدينة الشوايفات كلمة الشعرة نهيلة صعب وفيه كمان رسم بدو يصير أسناء الأمسية للفنان شهر الماضي وغناء لحي شركنا الفنان بصام حطوم كمان فيه مفاجأة فنية لح تتكرم شخصية فنية أعطيت المؤسسة العسكرية وكانت كمان واقفة مع المؤسسة العسكرية كنا نعرف مين ولا رح تضلها ستريق للفنان خبرنا هيك شوي بما أنه أمسية شعرية طبعا المواضيع عبدا تكون أغلبيتها وطنية ولا مش بالضرورة لا بالعكس هي لأنها بمناسبة الاستقلال لأنه تحية لها المؤسسة العسكرية سوى تحية وطنية بأمتياز وطنية بأمتياز لأنه هاي المؤسسة شو ما عملنا معه وشو ما قلنا يعني نبقى مقصرين يعني لو ما منهن احنا ما كنا اليوم موجودين هون ولا كانت الأرزة بعدها من صانع لتاريخ اليوم طبعا الحضور مين رح يكون؟ هل من عامة أهلي بلدية شوي فات؟ هل من جميع أنحاء المناطق؟ لا أكيد الحضور من مختلف المناطق اللبنانية كلهم مشاركين وكلهم ضعمين وكلهم لح يحضروا كمان الحضور مختلف يعني في حضور إعلامي في حضور فني في حضور ثقافي اجتماعي عسكري كل شرائح المجتمع لح تكون موجودة بإذن الله فينا نقول أنه كل حدا بيجي بيشارك بالاحتفال بيكون عم بيدعم لو معنويا الجيش اللبناني مية بالمية وهذه الكلمة اللي عن جد فريما بمحلة كل حدا مشارك عم بيقدم تحية على طريق طولها المؤسسة نعم ميراي أعمالك كثيرة من البريفات ماجازين من الاتحاد الدولي لتكريم المبدئين وغيرهم من الأعمال ليش تبنيت هذا المشروع بالضبط؟ سبق قالت أليانو برجع بقول نحنا أولاد هالبلد والحفاظ على كيانه والحفاظ على إذا بدك استكراره وضمانته هي المؤسسة العسكرية ونحنا اليوم نضمينا لأنه هالفكرة بدأ فينا كلنا بدأ بأي حدا بدأ بأي هيك إذا بدك بحرك الشعور الوطني هيدا الموضوع سوى المؤسسة العسكرية يعني منتمنى تبقى وهي أصلا بعيدة عن التجاذبات السياسية عطول ما نحب ندعمها ومنحب نكون معها بأي شيء للمؤسسة العسكرية ما قلنا بجميل وما حدا قلو بجميل حبينا نكون لأنه فقط الجيش ولأنه الجيش خط أحمر طبع طبع أهميته لبرايفيت ماجازين أهميته الكبيرة لبرايفيت ماجازين أدي مقدور أدي كبرى يعني لأهميته لهالمشروع لبرايفيت ماجازين يعني كيف أدقلك اليوم برايفيت ماجازين أو المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية هي اللي بتعطي يعني هي اللي بتعطينا عطول الزخم مش نحنة يعني انتبه اليوم واجب الاعلام كلنا 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 بدون استثناء اعلام مكتوب مسموع مرئة اليوم شو معطينا للمؤسسة العسكرية نظلم أصلين اليوم أكيد وقت نحن نحمل ايفنت أو نشارك بيفنت من هالنوع هو عب يعطينا وهو عب يقدمنا وهو عب يدعمنا بطريقة أو بأخرى نعم نعم طبيعي مشاريحكم السابقة كانت مثل ما ذكرنا قبل أنه كمان كانت شجرة لكل شهيد بالعام الماضي نعم هو للسنة ثانية شو بيختلف عن سنة الماضية التقلك هيدا سؤال كتير مهم لأنه عطول الفكرة بتخلق بتكون بعدها إذا بدك برعوم وهيدا البرعوم بيصير يكبر وبيصير يعطي ريحة حلوة وفواحة سنة الماضية قبلش الإيفنت بس في شغلة أنا بدي ألفت عليها أنه سيدنا هيلة سابق كانت مبلش من 2015 بس كانت مبلش بناشطات يعني زراعة الأشجار على اسم الشهداء نعم سنة الماضية الترجم بإيفنت كمان كان الأول هو نفس الشيء أمسية شعرية وإنما هنالك من أمور السنة تطور كحضور إعلامي كانتشار أكبر كدعم للمؤسسات الإعلامية أكتر وأكتر لها المؤسسة كلمة يكبر كلمة المؤسسات الإعلامية عم توقف حد هالإيفنت عم تنشر كلمة الجيش وعم تنشر كلمة المؤسسة العسكرية عم بتقلهم مرحبا كمان مش بس الوطن عم بيقول هالمؤسسات اليوم برلعب كتير دور مهم الأعلام بلايه ما فيه الانتشار اللي احنا بدنا إياه ولو شو ما عندك ومعرفت بلاستي عبر الأعلام بيبقى مخبه احنا ما بدنا نخبه لا المؤسسة ولا أعمالها ولا تضحياتها ولا اللي قدمته سو أكيد السنة كتير فيه فرق كبير وأكيد بعض الإيفنت بتشوف الفرق زي ما نعمل كمباريزون يعني ياريت فينا نشوف الصور هلأ كمان عن احتفال السنة الماضية نعم خبرينا شوي هيك شو المشاريع اللي جاية الأجندا كتير هيك فيه عجقة عنا يعني فيه إيفنتات كتير كبيرة عم نحضر له أكيد منعلون عننا طبعا هلأ عم نشوف الصور من احتفال نعم نعم وهون كمان السيدة نهيلا سعبل عم تبين بالصورة وقبل بيين سيادة اللواء اللي شاركنا بالحملة وشاركنا بالإيفنت سنة الماضي سيدة اللواء إبراهيم بصبوس اللي من وجه له تحية وأكيد هو اليوم تواجهت خارج البلد على أمل أنه كان يشارك معنا السنة طبعا كمان هون زراعة الشجرة كانوا عم يزرعوا ببلدية الشويفات في أنا في السيدة نهيلا واللواء بصبوس هون السيدة نهيلا سعب هيك لفتني شاغلي هيك سؤال هالشجر اللي عم تنزرع عم تنزرع فقط بمدينة الشويفات ولا كمان لا هي كرمزية طبعا زرعت أكيد بالمكتب الوطنية للميرشا كي برسلان ومكتب الدولية بالأحرى كمان بس كان مزروع بكافة المناطق وبكزا منطقة لبنانية نعم يعني انزرعت للرمزية بس هي وينما كان عبتم زراعة هالأشجار على اسم هالشوهداء وهيك يعني بتصور نحنا شو ما عملنا ما ما نخلدون بس هذا المينموم انه شجرة باسم شهيد شجرة أخرى باسم شهيد آخر نعم هيدا اللي عم بيصير حالو لنرزع هيك شوي كنت عم تخبرينه انه الأجندة مليونة نعم شو أهم المساعدين ايفنتات كتير كبيرة عم بيتخدر لها كبرايفت ماجازينين وكمجموعة من الصحفية ما فينا أكيد أعلن عنها بس أكيد أنتوا أول من بكرة بيعرف عن هالنشاطات نشاطات كمان بتدق بكل مواطن لبناني بتدق بكل بيت بتدق بكل فرد بهالمجتمع اللبناني ونحن أكيد على طول عملنا يعني مؤسسات عسكرية أكيد لندعمها بمشوارة نقلها مرحبة على المينموم نقلها مرحبة على طريقتنا هنا مش بس هاي الإيفنتات اللي عم تتحدر مش بس لح نقول مرحبة هنا يعني لح نقدم شيء للمجتمع ولنصون هالمجتمع مش لحالنا كبرايفت ماجازين في أنا في الليبانون جيت في الليبانون جيت اللي اليوم صاحب أسازواء الخليل موجود معنا بنوجه له تحية في يعني كتير من الزملاء انتوين كذا كذا مواقع إلكترونية زملاء عالميين عم نحضر لشيء كتير مهم أو صدقينة بكرة يعني بتعرف وقت نعلن عنده مدى أهميته لأنه اليوم نحنا كصحفيين وحضرتكم وكل واحد مننا عندنا رسالة ما قصد بس للمهنة أن نكتب وهون خلص دورنا نكتب نتابع نعمل إيفانتات على الأرض نطبقها لحتى يعني نقول للمجتمع هون هنا في ضعف هون في بوين فابل هيدا أصبعنا عم نحطه نحطه ندوي نعيليش ونلاقي نلاقي حلول كتير لها الأمور بمساعدة الكل إيد لحالها ما بتزقف طبعا إيد لوحدة ما بتزقف ميراي شو بدك تقول هاي الكلمة للمشاهدين بختام الفقرة أنا بدي أقول بتمنع جميع أنوا شاركوا نهار الأربعة 14 الشهر الساعة 5 هيدا توقيت الاحتفالي شاركوا معنا لأنوا صدقينة لحيكون في عرص وطني حقيقة لها المؤسسة ولها الوطن بدي أقول لي أول مؤسسات العسكرية والجيش اللبناني وكل الكوى الأمنية لي يضل بلدنا على القليل اللي عندوها الاستقرار السياسي إذا بديك مش موجود الاستقرار الأمنة اللي عم بيحافظوا عليها هالمؤسسات بدي أدعي الجميع لي ينضموا ويدعموا المؤسسات العسكرية ومؤسسة الجيش اللبناني أكيد وكمان بالنتيجة بدي أشكر لكل اللي سهموا بإنجاح هيدا العمل من أعلام حضرتكن وكل الوسائل الإعلامية اللي دعمت واللي وقفت واللي حكيت عن هيدا الإيفانت واللي اللي حتغطي هيدا الإيفانت وأكيد منهم أنتو كمان أكيد بدي أشكر بلدية الشوايفات اللي حطت كل تقلى بهيدا الموضوع بدي أشكر كمان ما حدا مشكر حاله بس مش أنا عساعدة الشخصة أسرة برايفت ماجازين كمان بدي أشكر أسرة برايفت ماجازينة على هالمشاريع اللي رائعة اللي عم تنظمها لحتى هيك لو بتكريم معنوي إذا فينا نقول عم بتكرم هالمؤسسات اللي عم بتقدم نفسها لحتى تحمينا وتحمي الشعب اللبناني مية بالمية سو كمان بدي أوجه تحيي للموديل التنفيذي لبرايفت ماجازين اللي كمان عم بيشتغلوا كلهم المهندس فالي عيد أستاذ وائل كلهم الجميع ويعطيكم ألف عافية وعن جد الله يقويكم كمان بحمل هالرسالة ونقلة للعالم مرسي لألك ميراي أنا كمان بيدوري بدي أدعي كل المشاهدين أنه طبعا ينزلوا على مدينة الشوايفات النهار الأربعة لحتى يشاركوا بهذا الاحتفال المميز من نوعه لأنه مثل ما سبقوا ذكرنا أنه حضورنا كتير بيعطي معنويات وكتير بيعطي دفع للجيش اللبناني طبعا لو كرمنا بحضورنا وبيوجودنا حدو هيدا السنة وطبعا دائما